المحلول والمعلق أولاً المخاليط المخاليط هي تركيبة فيزيائية لناتج جمع مادتين أو أكثر من المواد بأي نسب كانت بحيث تحتفظ كل مادة بمكوناتها الكيميائية الخاصة بها ولا يحدث أي تفاعل كيميائي بينها أو تكسير أو تكوين لأي روابط كيميائية تنقسم المخاليط إلى قسمين مخاليط متجانسة ومخاليط غير متجانسة المخاليط المتجانسة تتميز المخاليط المتجانسة بتوحيد مكوناتها بحيث تظهر كمادة واحدة ولا يمكن فصل مكوناتها بسهولة والمخلوط في تلك الحالة يسمى محلولاً ثانياً المحلول وتكون المحلول من مادة مذيبة أو solvent وهو المادة التي توجد بوفرة في المحلول ومادة مذابة أو solute وهو المادة التي توجد بنسبة أقل في المحلول والمادة المذابة ذات دقائق صغيرة للغاية وتذوب بشكل كامل في المذيب وتختفي تماماً بحيث لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة كما أنه لا يمكن فصلها فعند إضافة مادة كالسكر مذاب إلى مادة كالماء مذيب والتقليب فإنه يتكون مخلوط متجانس يسمى بالمحلول الحقيقي كما يسمى في هذه الحالة بالمحلول المائي لأن الماء هو المذيب ثالثاً المعلق المعلق هو مخلوط غير متجانس من مادتين أو أكثر تمتزج مع بعضها بشكل غير منتظم ولا يحدث بينها اتحاد كيميائي ونظراً لأن دقائقه كبيرة نسبياً فإنه يمكن رؤيتها وتمييزها بالعين المجردة كما أنه يمكن فصلها بالترشيح وتترسب تدريجياً بترك الخليط فترة من الزمن تحت تأثير الجاذبية الأرضية ومن أمثلة المعلقات مسحوق الطباشير في الماء فهذا المعلق لأن حجم دقائق الطباشير كبير نسبياً فبوضع مسحوق الطباشير في الماء والرج يتعكر الماء ولا تختفي دقائق الطباشير وبترك الخليط فترة من الزمن تبدأ بالترسب كما أنه يمكن فصلها عن الماء بالترشيح الفصل بالترشيح الترشيح أو التصفية هي عملية ميكانيكية تفصل مواد صلبة غير ذوابة من الموائع سوائل أو غازات وذلك بوضع غشاء مسامي يسمى مرشحاً والذي يسمح للمائع بالتدفق والمرور خلال مسام الغشاء ولكن لا يسمح للمواد الصلبة أو على الأقل جزء من المواد الصلبة بالمرور ويجب التأكيد على أن عملية الترشيح ليست كاملة وتعتمد على مقاييس المسام وسمك المرشح فضلاً عن مواصفات المرشح الضوء والمحلول والمعلق يمرر المحلول الضوء ولا يشتته عكس المعلق الذي يشتت الضوء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر